مساء الخير مشاهدينا مشاهدي النادي الاهلي في كل مكان قناة النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي العظيم برحب بحضراتكم وحلقة النهاردة اكيد مهمة كل الاهلوية في حالة زهول يمكن من امبارح امبارح تعمدنا عشان اللي بيسأل تعمدنا ان احنا ما نتطرقش لموضوع اللي حصل فيه وقت تسليم الدرع الدوري وقلنا خلاص ومشدة وحصلت وهتخلص وكذا النهاردة لان فيه تمادي وفيه حلم من الاسرار على ان انت تتمادة او تاخد خطوات الحقيقة ما اعتقدش ان هي في صلحك فكان لازم ان احنا نتكلم في حلقتنا النهاردة حالة استياء انا عارفة ان هي شديدة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي الناس كل ما حد يقابلنا اتكلموا اقولوا احنا ما كناش عايزين نتكلم لان خلاص قلنا مشدة وزي ما حضراتكم يمكن حتى سمعتوا انتشرت جدا المكالمة بتاعة كابتن سيد عبد الحفيز لما قال احنا سكتنا ولما كهرباء يغلط او اي لاعب مش هننتظر حد يقولنا ان فيه حد من عندكم غلط على طول الادارة ولجنة الكورة بتتخذ الخطوات وبتعاقب المخطئ من قبل ما حد يتكلم فانت النهاردة واحد مسؤول في اتحاد الكورة المجلس المعين اللي المفروض جاي علشان يحل الازمات هو اللي بيصنع الازمات انا اسف ان انا بقول كده تخيلوا الكارثة انه اللي احنا قدامها النهاردة كابتن فاضل انا طبعا احنا زميلنا النهاردة على مدار اليوم يمكن نتكلموا وتتركوا لهذا الموضوع لكن احنا بنحاول هنا ان احنا نتكلم في وجهة نظر مختلفة انت النهاردة بتحاول تثير ازمة من غير الازمة الحقيقة ان انت اللي عملته النهاردة كابتن فاضل محترامي الشديد ليك وانت كابتن كبير ازمة من غير الازمة موضوع كان بسيط جدا كلنا شفناه على شاشات التلفزيون شفنا كابتن محمد فاضل هو اللي بدأ بكل صراحة بقى وكل وضوح الشاشة واللقطة على قولة كابتن سيد احنا النهاردة في لجنة الانضباط هي هتاخد اللقطة دي وهي اللي هتقرر مين اللي غلط كهرباء ولا كابتن محمد فاضل المسؤول كابتن محمد فاضل المسؤول مين اللي بدأ كابتن محمد فاضل مين اللي بدأ في اثارة الفتنة مع محمود كهرباء قبل مراسم الاحتفال بدرع الدوري ما تبدأ كابتن فاضل افتكر انو حضرتك للأسف يعني للأسف انت ممثل الاتحاد ومسؤول كبير في الكورة واحد من اهم الكيانات الكروية في القرى الافريقية وللأسف في المقابل انت اللي بتثير ازمات بدون سبب وبدون اي داعي اللقطة دي اللي قدامكو دي انتو اللي حكمتوا عليها في اول امبارح اللقطة اهيه تاني هنفضل نعدها ومهندس عدلي عدها وستاذ ابراهيم المنيسي وزميلنا قبليهم الصورة نبتك دبش يا جماعة كابتن فاضل انا الحقيقة مش عارفة من وقت السوبر لحد دلوقتي حضرتك ده سؤال في ايه بينك وبينك هرباء يعني في ايه بينك وبينك هرباء ليه الخناءة ليه انا انا والله يعني عايزة فعلا حضرتك ترد تقول لي ليه يعني ليه باستمرار في التعاني الدمع كهرباء انت مسؤول بتعمل كده وممثل من اتحاد الكورة او في اتحاد الكورة المفروض انك بتسلم الدرعي للأهلي دي مهمتك النهاردة في الاستاذ ومش عارفة اقول يعني انك مثلا زعلان من تتويج الأهلي فبتطلع زعلك ده مثلا على واحد من اللعيبة فانا والله ما عنديش فعلا اجوبة للأسئلة دي وما عنديش تفسير اللي حضرتك عملته قدام الملايين مش بس الأهلوية والمفروض انك تكون قدوة وانا برضو اسفا ان انا بقول كده انك يعني مش المفروض ابدا انك تطلع بالمنظر السيء ده حتى او كان كهرباء يعني في حاجة بينك وبينه او انت عايز تقولها ليه في اسلوب احسن من كده في اسلوب قرقة من كده احنا بنقلد بعض احنا بنقلد بعض وما فيش يعني داعي انت في استاد وفي الملعب وبنتكلم عن الروح الرياضية وبنتكلم على ان انت المفروض اللي تتقلد فاحنا مش في حتة تانية علشان اللي حصل ده يحصل